تحت رعاية الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المؤتمر الدولي الثالث والذي يستضيفه المجمع الطبي للقوات المسلحة بالجلاء في الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من يناير الجاري وبالتعاون مع الجمعية الأوروبية لجراحة المخ والأعصاب للأطفال والجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب واستشاري وأساتذة طب الأطفال بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية للجراحين وشباب الأطباء تناولت مشاكل جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمصر والأسلوب الأمثل لحلها وتوفير المناخ الملائم للتعاون مع الهيئات العالمية لتطوير الرعاية الصحية للطفل المصري والتوصل لمنظومة صحية قادرة على منح المواطن المصري حياة أفضل أيضا الاهتمام بالأطباء من خلال التدريب المستمر لرفع كفاءة أطباء جراحة المخ والأعصاب وبالتعاون مع الجامعات الأجنبية والمراكز البحثية لتبادل الخبرات واكتساب المهارات وتعد المؤتمرات والملتقيات الطبية التي تصطليفها القوات المسلحة أحد أهم الأنشطة التي تساهم في مواكبة التطور المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة ونقل وتبادل الخبرات العملية مع كبرى المراكز التخصصية عالميا يأتي المؤتمر ضمن جهود القوات المسلحة في دعم المنظومة العلاجية للدولة وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبي المستمر والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للمواطنين